السلام عليكم المتتبعين ديولي كنت منكم تكونوا بخير وعلى آخر يا ربي اليوم سأقدم معكم بيزا دغية توجد سهلة في المقادير مباشرة نأخذ مقلة نشحرها نحركها نحركها بحلاكة نحمر نشحرها 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 معها شوية زيت العود وشوية اللي بزار ونردوها تكطيب لنا وجدوها في المنزل تكون سهلة توجد حتى نديرو هات الصلصة ندير ما تغيش بالنسبة نزيدو شوية ديال الدجاج على هاد البصلة بعد ما تشحرت لنا نزيدو شوية ديال الدجاج ستر ديال الدجاج نحركوه من بصر لنزيدو من SYN while نقاط من بصر شوية ديال الملحة نصف معلقة صغيرة وورا ديال الملحة ملك الترش ونحركو شوية ديال خرقو مدقوك ونحركو هذه العناصر مزيين حتى تشحر لندك الدجاجي طيب مع هاد البصيلة من بعد نزيدو الفلفلة مقطعة هلا هكا إلا كانت موجودة عدتكم بفلة خضرة ولا اللي كان المهم انا عندي هاد الفلفلة موجودة قد شحارة معاكم نقاون نقلبو في احدك كي يطيب لنا هاد العناصر من بعد ما تطيب لنا هاد العناصر كنخلي واحدة كتبرد على جانب والبيتزارة كنا العاجين ديالبيتزارة كنا موجدينها جميع المغربية تبرك اللارة معارفين طريقة ديال هاد البيتزا هذا اللاصوس ديال المطيشة وجدها معاكم كنتجي خاطرة كنتجي خاطرة كنتجي خاطرة كنتجي خاطرة على وجهة البيتزا كامل ونقوم بإضافة لديك الحشوة اللي طيبة من قبيلة الفلفلو وهذه العمارة اللي قدرنا قبيلة كاملة كنسرحوها لها ونجيبه الفروماج ونجيبه الفروماج نحكه فوقه منها ولي بغي زينا بزيتون الكحل أنا ما عنديش الزيتون تقاد عليها وقضيت باش ما كان ويمكن نسرحوها وكتجي رائعة صارحة تجيب نينا وزوينا بعد ما دخلت الفران هاني هاي هي كتشوفها كيف جيت تسوينا صراحة كتجيب نينا تجربوها ودغية كتوجد ده بغا نقطع معكم آه البيتزا تتشوفوها وانتمنى هتعجبكم يا ببيو وما تنساوش تديروا لي شطعاليق وباطاجهم مع الأهل والأحباب ديالكم علش الله ودية البيتزا ديالنا صارحة كتجيزوينة كتجيزوينة وساهلة وفي مستطاع ديال أي واحدة ديالها في الدار لوليداته وانا بالنسبة للوليدات كتجيزهم كأزيز عليهم العشاء والقوتي ديال العشية وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله شكرا شكرا